حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاط عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن سهل بن أبي حثمة قال رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره فقلت تنظر إليها وأنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلبي امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي بردة قال ماررت بالربدة فإذا فستات فقلت لمن هذا فقيل لمحمد بن مسلمة فاستأذنت عليه فدخلت عليه فقلت رحمك الله إنك من هذا الأمر بمكاء فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون فتنة وفرقة واختلاف فإذا كان ذلك فأتي بسيفك أحدا فاضريب به عرضه واكسر نبلك واقطع وترك واجلس في بيتك فقد كان ذلك وقال يزيد مرة فاضريب به حتى تقطعه ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو يعافيك الله عز وجل فقد كان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعت ما أمرني به به ثم استنزل سيفا كان معلقا بعمود الفستاط فاخترطه فإذا سيف من خشب فقال قد فعت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذت هذا أرهب به الناس قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي بردة قال مررنا بالرباظة قال مررنا بالرباظة فإذا فستاط مضروب فذكره قال إنه ستكون فتنة وفرقة فاضرب بسيفك أرض أحد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامة أخبرنا علي بن زيد عن أبي بردة ابن أبي موسى قال ماررنا بالربذة فإذا فستاط فقلت لمن هذا فذكر الحديث